هتكلم معكم عن بعض المسألة فيتلس بعض الصائمين العطورات للصيام يجوز وانت الصائم تتعطر شرايك يعني يجوز هل شربت العطور ما شربت يجوز الصائم ان يتعطر البخور يجوز للصائم انه يمسك البخور كمثال حط البخور يبخر لحي يتبخر ثوبه لكن يستنشق البخور هكذا هذا الخطأ لانه جرمون يصلوا الى الجوف السؤال الثاني مرض السكر عسر بيعافيهم وشافيهم يحيي القيوم اذا الدكتور قال له لا تصوم انت ممنوع من الصيام ما تصوم منعك اكثر من طبيب من الصيام ما تصوم اظن اللي ياخذ برد سكر رازي باكل بعده يجوز ان ياخذ برد سكر لا تفطر وقلناها اللي يفطر هو ما يغني على الطعام وشراء فالذي منع من الصيام ما يصوم ويطعن عن كله مسكين فقط لكن في واحد السكر عنده يعني مو قوي حيل بسيط فيه سكر لكن بسيط ويقدر يصوم وليع الحال يصوم رمضان كله ما علي حرب يكمل الصيام وانت صوم خير لكم وانت تعلم بحالك بس بعض الناس نتعجب من فتوى غريبة جدا بعض الامهات يتصرون علينا وبعض الاباء والاولد عنده ابتحاناته يجوز ان يفطر ولده قطع البراحلة قدامني والملاعب الرياضي كله لعب كرة من العاصر للمغرب دوري الرمضان ولده مسجيب كل المباريات ما افطر ولده يلعب ما في مباراة اللي اذا شفيها حارس دفاع هجوم حتى لو سي الحكم وما يفطر صايم لجئت الامتحانات والله واندي تعبان يفطر جزء يفطر وقت الامتحانات او الدراسة لا نحبث بالدين يصبح الدي مزاج متما اصوم اصوم والله اسمعت الشيخ يقوله جوز لكن لو كان واحد مسافر لعلاج في الخارج او حتى بعض الطرب المغتربين ذهب ابن تيمي شيخ السلام وقول الامام بن القيم وهذا رأي الشيخ برعثيمين ان الطرب المغتربين يجوز لهم القصر والجبلة لانه ما انا والاستيطان في الدولة هذه يجوز لك القصر والجبلة بس متروح وتفطر رمضان كله بحجة اني انا مسافر مسافر انك انت تخفف عنك الصراح تقصر رباعية وتجمع للحاجة لكن رمضان مرة في العام ما في اعظم اليار يا رمضان والمسلمين اللي عايش هناك شوفوا الكندك ها مسلم وعاربي وغليجي تفطر قدامهم جهار النهارة لا هذا خطأ ما ينبغي تفطر للحاجة مثال واحد من الطربة يكلمني في ايطاليا يقول ان انا درس طيران اضطر اني انا اشرب ولا اكل وقت امتحان وقت امتحان طيران نازم ان انا اكل لشي واحد عند امتحان مصير يدرس طب ولا يدرس اي شيء عند امتحان مصير ما يقدر مستحيل يمكن فيه يعني مستقبل يجوز له لكن افتحها بحري عادي انا تقصر رجل وفوق هذا تقول بعد